تعمل المؤسسات المقدسية على مشروع نسخ المخطوطات الأصلية النفيسة نسخها رقميا طبعا كل هذه المقتنيات التي في المكتبات والمؤسسات المقدسية هناك مشاريع لنقلها على الانترنت لتكون رقمية بحيث أن الباحث العربي يستطيع الاطلاع عليها خاصة وأن الباحث العربي لا يستطيع القدوم إلى القدس المحتلة في دولة الاحتلال عن هذا المشروع أيضا سنتحدث مع أستاذة الكرام في برنامج ستوديو القدس من قلات القد العربي الأستاذ خضر الشهابي وهو خبير في ترميم المخطوطات وصيانتها والأستاذة شيماء البوديري أمينة مكتبات البوديري أهلا بكم مع مجددا المشاريع الرقمية دعونا نتحدث عنها من يريد أن يبدأ أولا المجال المتاح أمامكم الأستاذة شيماء بمكتبة الموديري هناك هذا المشروع تقريبا من سنة بدأنا مشروع تصوير المخطوطات على ديجيتال وتصويرها رقميا وحتى زي ما قلت إحنا نسحل على الباحث أنه يقدر يوصل لهذه المخطوطات هناك أخ تاني بيشتغل معنا عم بفتح صفحة للمكتبة على الإنترنت اللي يكون عندنا إحنا كمان موقع على الإنترنت موقع المكتبة البوديرية طبعا بعد ما أخلص أنا حاليا ومخلصة 80% من المكتب البوديرية تصوير فبعديها بدنا نقولهم على موقعنا ويصير سهولة لأي واحد أي باحث بده يقدر يشوف أي مخطوط فبيكون عنده بمتناولة تجد أستاذ خدر أهمية كبيرة لهذه المشكلة؟ لا شك هناك ضرورة لأنه أوجد بديل عن أنه تكون نسخة تانية ألكترونية عشان أبعد الأيدي عن الكائنات اللي هي المخطوطات نعم فضروري جدا أنه تكون نسخة بديلة للباحثين وهو مش سيء أنه يكون هذا الشيء على الأونلاين في موقع المكتبين لسهولة لنقل هذه الصور للباحثين والمهتمين خارج بدون القدس حدثنا عن سيانة الورق ومعالجته وغسله حتى بالمواد الكيميائية لحفظ الورق والحفظ الخط الآن الحبر دعنا الآن نتحدث عن تقنية شد الجلود والحشرات التي ممكن أن تصل الورق هو المخطوطات بطبيعتها هي مناخ ملائم لتكون الحشرات وهي معيشة للحشرات سكن لهذه الحشرات لأن الحشرات هذه بطبيعتها بدها جو مظلم فيه رطوبة وفيه مصدر الغذاء أش نوعية الحشرات اللي تصيبه هو أكثر شيء أنا وجدته في مدينة القدس هي السلفر فش هي السمك الفضية هي بتنزل خرط وتلتهم أجزاء من أطراف المخطوطات بشكل أو بآخر تبدأ من كعب المخطوط لأنه حتى الصمغ المستخدم هو الصمغ العربي في جمع هذه المخطوطات هو يعتبر كمان مصدر غذاء لهذه الحشرات فالحشرات مش المرض الوحيد أو التهديد الوحيد اللي بتحدى المخطوطات هناك عدة أمور تانية فيه مايكروبات برضو مايكروورغانيزمي بيعيشوا في داخل ألياف المخطوطات هم حتى بيتغذوا على بعض هذه الميكروبات نهيك عن أنه نحن في القدس بشكل خاص أهملنا أو يمكن لضع السياسي والإداري القائم أبعد اهتمامنا عن المخطوطات يمكن إهمالنا تخطى المئة عام نتيجة الحروب والنكبات المتتالية لتاريخ اليوم فطبعا ما كانت فيه اهتمام لهذه المخطوطات رغم أنه لها حضور متميز عبر القرون ولها استعمال كان ولكن أهملت وكان طبعا تأسيس معظم هذه المكتبات زيما ذكرت السيد الشيما أنه تأسست هذه المكتبات من قبل علماء وأعيان في القدس فطبعا بقيت هذه المجموعات من المخطوطات متروكة بعد وفاة مؤسسيها ولكن الأحفاد فيما بعد احتفظوا فيها ولكن كان سوء التخزين هو الشيء الذي أثر بشكل مباشر على حياة هذه المخطوطات وأودى بحياة العديد منها الحقيقة فكانوا يخبوا هذه المخطوطات في استوريج في المخازن وأقبية وكانت هذه الأقبية مظلمة ومليئة بالرطوبة مما شكل ووفر مناخ لتعفن عدد كبير منها وتحجر عدد آخر وطبيعة الأوراق هذه تصمع على بعض أو تلصق في بعض وهذا التحجر وهذه مشكلة الحقيقة الصعبة جدا نعم أستاذي شيما تقنيات الترميم هي نفسها بكل المكتبات هنا في القطر بس طبعا إحنا في المكتب البوديري نفتقد لهذا أيوة إحنا معلنا هذا المركبات التي تستخدم للترميم هل هي باهضة؟ باهضة المعدات كيف يتم الحصول عليها؟ أي المختصين أنه يتم الاستعانة بصبر أجانب؟ مثلا أنا عائلة البوديري لما كانت بعتتني دورات للترميم فأنا تهبت حتى دورات لمركز جمعة الماجد في دبي أخذت الدورات هلأ كتقنية أنا أعرف بعرف بس ما عندي مواد أمارس هذه المحنة لأول شيء اللي بأخذ السعر السعر باهض كتير ما بأقدر بعدين صغر المكان اللي عندي لأنه الأجهزة بدها مكان أنا عندي مكان المكتب كتير صغير فما بأقدر أحط أجهزتي فيها بعدين زي ما قال خضر بدها كمان فنيين يعني تعامل المخطوط أنا ما بأقدر أجي أغامر بمخطوط أتدرب عليه المفروض أنه يكون كمان لما أجي أنا بدي أعمل أرمي مخطوط لازم يكون عندي كمان خبير جنبي أول ما بدي أبدأ المخطوط لأني أنا ما بأقدر أتلف مخطوط وأنا برمي به طيب في هذه الحالة هل في بديل لعملية الترميم ولا تحفظ هذه حاليا إحنا عم نعمل على التنظيف الجاف وعلى أنه نحفظهم في مكان بعيد عن الرطوبة يعني نأمن لهم درجة حرارة براءة هذا حتى مات سوء حالةهم يعني أحفظهم في الحالة اللي أنا وجدتهم فيها بالألفين وثلاثين أنه مات سوء أكتر لأنه لو تركوا زي ما قال خضر في الرطوبة عندنا في عندنا العوامل الثانية الحشرات بدهم بيئة مناسبة لهم الورق أنهم يعيشوا فيها سؤال أستاذ شيماء ما الذي دفع عائلة البوديري من الأساس إلى شراء هذه المخطوطة؟ قلت لك لأن الشيخ كان عنده حلقة للبسجد الأقصى فكان يحس أنه طلابه ما يأخذوا هذا العمل كافي فأنشأ المكتبة حتى يكمل دراسة سأت مشراء هذه المخطوطات حتى في غياب الشيخ لماذا؟ لا ما شتركت بعض الشيخ كانت إجمالا كلها المكتبة شريت في عهد الشيخ الشيخ محمد بن قدر هذا بقودني إلى سؤال الأستاذ خدر وأيضا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في بيت المقدس لا ينتهي فقط عند أصوات الانفجارات بل هناك سياسات أخرى مثلا الجامعة العبرية تقوم بشراء مخطوطات الإسرائيليون يقومون بإقناع الفلسطينيين من الأفراد والعائلات التي تملك هذه المخطوطات بشكل فردي وخاص بشراءها يعني هذه سياسة أخرى من سياسات الاحتلال لاقتناء هذه المخطوطات ألا يحز في نفسك وفي صدرك أن إسرائيل تقوم بشراء مخطوطات وتقوم بمقايدة الفلسطين على شراءها بينما يعني ممكن أن تفتقر المكتبات الفلسطينية لمثل هذه المخطوطات هي مأساة بمعنى الكلمة طبعا الاحتلال هو يشكل تهديد آخر في ضياع الموروث الحضاري والثقافي والفكري في المجتمع العربي في القدس هو الحقيقة أنا بشعر أن أي شعب في العالم يفتقر إلى تراث يصنع لنفسه تراث وإن كان حديثا أو بالسرق فهو ذكاء عند المحتل حينما يبحث عن تاريخي هو ذكاء فيه ولكن إهمالي إهمال المجتمع في حفظ هذه الإرث والتفريط فيه برضو هي كارثة أكبر أنا في التقدير الشخصي كثير من الناس فرطت في هذه الكتب ومنهم حتى علمت في إحدى السنوات بعد 48 كثير من هذه المخطوطات أو أصحاب هذه المخطوطات يموتوا وأهل المؤسس هذه المكتبة قام بتفريط في هذه المجموعة منهم باعوهم لبتعون للبليلة والتربوس عفوا بهالتعبير وكان مستشرقين ومستشرقين يهود في هذه البلاد يشتروا هذه المجموعات بعد 48 وإلا أنه لكن تحريبها إلى أمريكا لمؤسسات إسرائيلية طبعا طبعا يعني أنا كنت مرة في فيينا ففي مكتبة دخلتها كان فيها 3000 مخطوط إسلامي عربي فأنا صعقت في الرقم الموجود فلا شك أنه المستشرقين انتنبهوا للمخطوطات قبل العرب نعم وكان لهم سابق الفضل في تحرير المخصوص نعم تعقبك أستاذي شيء مع هذا الموضوع طبعا بأيت كلامه بس أنا اللي بضيفه أنه اللي ببيع مخطوطاته كما ببيع تاريخه وببيع إنسانيته وببيع أي شيء بخصه فالمخطوطات هي تاريخنا هي وجودنا هي امتدادنا فأي شيء احنا منحافظ عليه فمنحافظ على امتدادنا وعلى وجودنا ومنحافظ على أرضنا نعم السيدة شيماء البوديري أمين مكتبة البوديري شكرا بتواجدك معنا والأستاذ خضر الشهابي أخصائي ترميم مخطوطات وممكن أوصفكو بحراس بيت المقدس أنتم نوع من الحراس أنكم حماة تراثنا وقفنا التاريخي والوطني شكرا لكم شكرا لكم ولنحفظ نحن المقدسيون إرثنا الوطني والتاريخي لأبناء فلسطين تصبحون علاقة حر